إما على أساس عرقي يقولون في السودان صراع بين عرب وزرقة وفي شمال إفريقيا بين عرب وبربر وفي الخليج بين عرب وفرس وفي العراق بين عرب وأكراد وتركمان العروبة عندنا ليست دما ولا جنسا العروبة عندنا هي اللسان من تكلم بها فهو عربي من الذي خدم اللسان العربي لغة وبيانا وصرفا وبلاغة ونحوا إنه سيبويه عربه اللسان من الذي خدم التفسير إنه الزمخشر عربه اللسان من الذي خدم الحديث البخاري والترمذي عربهم اللسان من الذي خدم الفقه إنه أبو حنيفة عربه اللسان إذن العروبة ليست لأحد ولا أم إنما العربية هي اللسان فمن تكلم بها فهو عربي ننأى بأنفسنا من أن نكون معبرا أو جسرا لتجزئة المجزة ولتقسيم المقسم إما على أساس عرقي أو على أساس مذهبي طائفي أو على أساس ديني كلمة أخيرة أختم بها إننا نرجو أن يكون الإصلاح ليس ردة فعل طاري وإنما فقه يقدم البدائل كثيرون يحسنون لعن الظلام وقليلون من يحسنون إضاءة الشموع نريد لهذا الإصلاح أن يكون مشروعا نهضويا كاملا لأمتنا مشروعا يقوم على أساس العقيدة الموافقة للفطرة والعبادة الدافعة للعمارة والعقل المهتدي بالوح والعلم المرتبط بالإيمان والإيمان المقترن بالعمل والعمل الملتزم بالدعوة والأخلاق المترقية بالإنسان والجسد الممدود بالروح والأسرة التي تصون الفرد والتشريع المحقق للمصلحة والعدل المؤيد بالإحسان والقوة المقترنة بالحق والآداب التي تجمل الحياة والفن الملتزم بالقيم والخير المتوشح بالجمال كثير أيها الإخوة المقدمة الكريمة تطاضي بين حين وآخر وإني مشتاق إليكم ولكن لا بد أن نحترم النظام فهذا بناء مؤسسي أختم تحيتي بهذه الأبيات لكم معشر إخوتنا من المغرب الشقيق بيني وبينكم ود تعهده رب السماء بتطهير وإكمالي فالدين يجمعنا والضاض يمنعنا وغزة تسألنا فكا لأغلاله إذا أردتم كريم العيش فالتفتوا إلى الكتاب وحثوا كل شملالي إن الكتاب لكم ذكر وتذكرة كم يضرب الله أمثالا بأمثالي زموا النفوس وأحيوها بتزكية تشفي وترفع من رين وأقفالي إني كفيل لئن وفيتم ذمما أن تنزل البطشة الكبرى بأنذالي إن تنصر الله ينصركم ويجزكم كفلا بكفل وأسجال بأسجالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته